اهلا بكل دكاتر التالت سروي في درش التقاصر في النباتات الزهرية مبدأين كده احنا عندنا النباتات الراقية تلات انواع نوع اسمه الصراخس زي نبات الفجير وكزبرت البئ ودي بتتقاصر بطريقة تعاقب الاجيال والنوع التاني معراط البزور زي النبات كده اسمه السنوبر والنوع التالت واللي همع وهو النباتات الزهرية ودي نباتات مغطاة البزور اسمها النباتات الزهرية لانها بتحتوي على اظهار ودي نباتات اتكونت اصلا من بزرة والبزور دي نشأت داخل غلاف سمري يعني كان فيه صمرة عادي خالص الصمرة دي مغطاة بغلاف سمري اتكون جواه بزرة فبقى اسمها مغطاة البزور النباتات الزهرية حجمها ممكن يكون صغير زي الاعشاب وممكن يكون متوسط زي الشجيرات وممكن يكون حجمها كبير زي الأشجار الضخمة بتتقاصر النباتات الزهرية عن طريق عضو متخصص اسمه الزهرة وطرامة هي الزهرة عضو تقاصر في النباتات الزهرية واحنا جايين نذاكر اصلا عملية التقاصر في النباتات الزهرية يبقى لازم نعرف كل حاجة عن الزهرة انواعها وبتتكون من ايه وشكلها وانشاءها يلا كده نبدأ ونتوكل على الله قلنا ان الزهرة هي عضو تقاصر في النباتات الزهرية يعني بتشمل العضو الزكري والعضو الانسوي في نفس الوقت يعني بتحتوي على الامشاج الزكري والامشاج الانسوية برضو في نفس الوقت وتبقى الزهرة دي اسمها الزهرة الخنسة لانها بتحتوي على العضو التسكير وعضو التأنيس الزهرة ممكن تكون ذات قنابة وممكن تكون بدون قنابة طيب هي ايه القنابة دي؟ القنابة هي عبارة عن ورقة بتخرج من جنبها الزهرة يعني دي زهرة لو خرجت مباشرة من فوق ورقة بنقول عليها زات قنابة والزهرة لما بتخرج بتخرج من الزاوية بين الورقة والصاق فبنقول عليها منطية الابط فتبقى القنابة هي عبارة عن ورقة بتخرج من ابطاعة زهرة وتبقى الزهرة دي اسمها زات قنابة انما لو ما فيش الورقة دي تبقى دي زهرة بدون كنابة بعد كده هنعرف ان الزهرة بتكون محمولة على عنق فنقول عليها زهرة معنقة لكن احيانا مش بيكون فيه عنق وبتكون الزهرة متصلة مباشرة بالصاق فيبقى اسمها زهرة جالسة يعني كده عندنا الزهرة ممكن تكون زاتة كنابة او بدون كنابة وممكن تكون معنقة يعني محمولة على عنق وورضو ممكن تكون جالسة يعني مش محمولة على عنق بالنسبة لنشأة الازهار في عندنا ازهار بتكون وحيدة يعني هي زهرة واحدة بس وفي ازهار بتكون متجمعة الازهار الوحيدة ممكن تكون طرفية وممكن تكون ابطية طرفية يعني موجودة في طرف الصاق اللي هو نهاية الصاق وطرع ما هي موجودة في نهاية الصاق يبقى كده الصاق ده مش هينمو تاني يبقى الزهرة الطرفية بتحد او بتوقف من نمو الصاق زي مثلا زهرة التيوليب انما الزهرة الابطية بتخرج من الابط او من اي جانب او زاوية من الصاق وبالتالي مش بتكون موجودة في نهاية الصاق فالصاق بينمو عادي بشكل طبيعي يبقى لا تحد من نمو الصاق زي زهرة البيتونية يبقى كده الازهار الوحيدة ممكن تكون طرفية وممكن تكون ابطية الطرفية بتحد من نمو الصاق زي التوليب طرفية تحد زي التيوليب والابطية لا تحد من نمو الصاق زي زهرة البيتونية انما الازهار المتجمعة بتكون عبارة عن مجموعة ازهار بتتجمع حوالين بعضها وبتكون حاجة اسمها النورات او النورات زي ظهور الفول وظهور المنثور تعالى بعد كده نعرف تركيب الزهرة وطالما هندرس تركيب الزهرة يبقى اكيد هندرس الزهرة النموذجية اللي هي الزهرة الكملة وطالما الكملة يبقى اكيد بتحتوي على عدو التسكير والتعنيس يعني زهرة خنسة زي ظهرة الفول وظهرة التفاح وظهرة البصل وظهرة البتونية الزهرة النموذجية بتتكون من اربع محيطات زهرية الاربع محيطات زهرية بيترتبوا من الخارج للداخل كالقاتي اول حاجة هو الكأس اللي هي الاوراق الخضرة اللي بتكون برة خالص بعد كده التويج اللي هو الاوراق الملونة بعد كده الطلع اللي هو عدو التسكير في الزهرة واخر حاجة خالص جوه وهو المتاع وهو عدو التعنيس في الزهر الاربع محيطات زهرية بيكونوا قاعدين على حاجة كده اسمها التخت زي التخت كده هناخد بعد كده ان التخت ده ممكن انه يتشحم بالغذاء ويكون صمرة اسمها الصمرة الكاذبة التخت بيكون متصل من اسفل بالعنق يبقى كده احنا عندنا العنق بعد كده التخت بعد كده الاربع محيطات زهرية من الخارج للداخل الكاس التوايج الطلع المتاع اول حاجة الكاس الكاس هو عبارة عن الاوراق الخضرة المحيطة بالزهرة من الخارج الورقة الخضرة دي اسمها السبلة يبقى سبلة مع سبلة مع سبلة بتكون لنا حاجة اسمها السبلات اللي بيكونوا كلهم مع بعض الكاس دور الكاس هو انه بيحمي اجزاء الزهرة الداخلية من الجفاف والامطار والرياح بعد الكاس من الداخل بيكون فيه التوايج والتوايج هو عبارة عن الاوراق الملونة والورقة الملونة اسمها بتلة فيبقى بتلة مع بتلة مع بتلة بتكون حاجة اسمها البتلات اللي هي بتكون التوايج وظيفة التوايج هو انه بيحمي الاجزاء الداخلية اللي بعده كده وهما الاجزاء الجنسية يعني وظيفة التوايج هو حماية الاجزاء الجنسية والبتلات في التوايج بتتميز بانها بتكون ملونة واحيانا بيكون لها ريحة جميلة فبتجذب الحشرات لها ومع انتقال الحشرات من ظهرة للتانية بتنقل حجوب اللقاح علشان تتم عملية التلقيح يبقى التوايج بيحمي الاجزاء الجنسية للظهرة وبيجذب الحشرات لإتمام عملية التلقيح بعد التوايج بيكون فيه الطلع وهو عضو التسكير في الظهرة الطلع بتكون من حاجة اسمها السوداه وسوداه مع سوداه مع سوداه بتكون حاجة اسمها الأزدية السوداه هي عبرة عن خيط في نهايته أو على قمته انتفاخ اسمه الموتوك الموتوك بيكون فيه أربع أكياس من حبوب اللقاح وبالتالي كده وظيفة الطلع هو انتاج حبوب اللقاح آخر محيط معانا من المحيطات الزهرية هو المتاع وهو عضو التانيس في الظهرة وبتكون من حاجة اسمها قربلة والقربلة بتتكون من ثلاث أجزاء أول جزء وأعلى جزء اسمه الميسم والميسم هو عبرة عن قرص لازج علشان تلتصج به حبوب اللقاح تاني جزء اسمه القلم بتمره منه حبوب اللقاح لحد ما توصل للجزء الثالث وهو المبيض والمبيض هو القعدة بتاعة القربلة اللي هو الجزء المنتفخ من أسفل والمبيض بيحتوي على البيضات يبا كده تعالى نرجع على تركيب الظهرة تاني احنا عندنا الظهرة بتتكون من أربع محيطات زهرية من الخارج إلى الداخل أول حاجة هو الكاس والكاس بيتكون من السبلة تاني حاجة التويج والتويج وبيتكون من البيتلة تالت حاجة هو الطلع والطلع بيتكون من السداء اللي هي عبارة عن خيط في نهايته في حاجة اسمها الموتو وآخر حاجة موجودة جوه هو المتاع والمتاع بيتكون من القربلة والقربلة بتنقسم إلى ثلاث أجزاء الجزء العلوي اسمه الميسم والجزء اللي في المنتصف اسمه القلم والقاعدة المنتفخة اللي موجودة تحتها خالص اسمه المبيض في أظهار معظم نباتات الفلقة الواحدة مش بنقدر إننا نميز ما بين أوراق الكاس عن التويج زي نبات التيوليب والبصل ساعتها بنقول على المحيطين الخارجيين اللي هم الكاس والتويج اسم الغلاف الزهري يعني إحنا لما بنقدرش نميز ما بين الكاس والتويج في بعض الأزهار بنقول عليهم على بعضهم كده اسم الغلاف الزهري الزهرة وظيفتها هي التقاصر واستمرار النوع وعلشان تقدرتون بوظيفتها على أكمل وجه بتعمل أربع حاجات أول حاجة هو تكوين حبوب اللقاف وتاني حاجة هو تكوين البيضات وتالت حاجة هو عملية التلقيع والإخصاب ورابع وآخر حاجة هو تكوين السمراء والبزراء لا تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان في الفيديوهات اللي جاية هنشرح الأربع وظائف اللي بتقوم بيهم الزهرة ترجمة نانسي قنقر